أهلاً وسهلاً بالسيدة المشاهدين في حلقة جديدة ومعلومات جديدة من برنامج كونسولتو تيلي ميديسين وفي انتظار كل المكالمات أسئلة واستفسارات والرد عليها مباشرةً من السيدة الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغضة الصماء كلية الطب جامعة عين شمس أهلاً وسهلاً يا دكتور أهلاً أهلاً تحية وتقدير ومرحباً بك أهلاً بك وده على فكرة مش مني لوحدي ده يعني المشاهدين والمرضى ربنا يشفيهم كلهم من الحلقات اللي فات أنا تملي بيدعولك وأنت تستحق هذا حقيقي ربنا يبارك لك هو بس زي ما حضرك يعرف الاتصالات بس حضرتك طبعاً زملاتنا في الكنترور ربنا يقويهم يحاولوا يعني يكسفوها بقدر أمكاني أن بعد كده جلنا يعني معلومات يعني أن في عدد كبير جداً ما بيعرفش وصلنا وعلى أساس يوصلونا برضو بصورة مريحة واحد زي ما احنا بنعادها تاني ويعني لو قدنا نكتبها على الشاشة حتى تمام يبعد عن التلفزيون أو أن هو يوطيه خالص ويسمعنا بس من التلفون دي واحد تمام يستحصل طبعاً الخط اللي معي يكون كويس والإرسال يكون كويس يعني لو موبايل لو خط أرضي بقى أفضل خط أرضي عرف يجينا على طول بجميل بعد كده حضرتك يكون مجاهز نفسه على بعض الأسئلة حنسألها يعني طبعاً الإسم حنعرف إيه إسم واحد كفاية سنه طوله وزنه الشكوى باختصار وبقالها قد إيه وبعدين حنبدأ إحنا نسأل الأسئلة تمام الأسئلة حنسألها ياريت يترد عليها بكلمة واحدة أو كلمتين وعلى فكرة اللي أنت بتقوله يا دكتور محمد دوا لا بيساعد نفسه وبيساعد المتصل اللي بعده أسلام ممكن حضرتك يحصل نوع من أنواع الإسحاب أو يعني التفاصيل ما بيكون شي مهمة بالنسبة لنا خالص صحيح يعني وأخبار حضرتك زي ما قوله مثلا هل عملت تحاليل يقول آه والله كنت المفروض أعمل أول مبارح وبعدين جاتي بدل كلمة لا يقول ما عملتش خلص خبار حضرتك طيب مثلا يقول عملت تحاليل آخر مرة إمتى هو كان المفروض أعمل من شهرين لكن آخر ما قلت من ستة شهور وخلص طيب نجرب أول اتصال اتفاضل نجرب يا أستاذ أمل سلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ممكن نكلم الدكتور فضالي فضالي الدكتور معاك على الهواء بقولك يا دكتور أنا عندي السكر بقالي خمس سنين دعا وطبطويا الحمد لله كويسة في ووزني كان خمسة وستين خدست بقى تلاتة وستين وطولي مية وستين وثني ستة وخمسين سنة دلوقتي بحث أنا كنت بعمل حاجة في الكابة فالسكينة قطعت صباعي ده النهاردة لا ده من قيمة تلات قسابية قطعت صباعي كبير المهمة أنا عليكته وبقى كويس ما بقاش في حاجة قاعدة تلات قسابية عليكته وبقيت كويسة صباعتي الجرح لا هي كانت قطعة كبيرة لا يعني طولها قدي ايه مثلا اتنون سمتين كانت في أول عقلة كده من نص الصباع الكبير اللي هي في ايد اليمين ما اوكي اه لا هو كان قطعة كبيرة يعني قاعد مدة بقت مسكة حطيت له حاجة يعني وكبت عشان اشوف شغلي طيب اتفضل ان هو خاس خاس وكل حاجة طيب بس الوجع يعني حتى مش قادة تنيني اه ما هو انت سيادتي ما عشان كده ما باس باسعل على الجرح هنا حضرتك يهمني الجرح طوله قد ايه اه هو ماسك يعني بص انا شايفة ايدك اليمين يا رب بالجنب للجنب يعني ماسك بالجنب للجنب لا في اول عقل ايوة ايوة الحتة دي ايوة الحتة دي بالضبط ايوة الحتة دي القطع جاي من الجنب للجنب اه طيب يا كد قطع كبير عمكه قد ايه اه يعني من الاول يعني واخد الحتة كلها ما انا فهمت يا فاندي ما هو كده طوله حوالي سنت وربع سنت وكده يعني يعني 12 ملي 13 ملي اه لكن عمكه بقى يعني العمك يعني نص الصباع لا 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 كلمة عمكي يعني الجرح سطحي ولا كان سمكه اتنين ملي عمك انا مش لايه اللووز تاني لا لا هو كان داخل لجوه يعني وحتى نزف دم جامل بو عشان كده ما انا حضره داك يعني عمكه اتنين تلاتة ملي مثلا اه ممكن اه ممكن طب هو رحتش خيطيهم ليه دول لا انا نزلت على طول الأفزخانة عملهولي وربطهولي وقال لي ما تجيش في مياه خالص فجدت اصباع بلاستك وبقيت احطه لا بس انت عادرتك وهم خافي دلوقتي طب موافع انه خافف بس اسمعيني الجلد اللي خافف مقرب على بعضه كويس يعني لامم لامم مئة في المئة اه لامم اه اه ودلوقتي فيه قلم ممكن تحط حضرك مرهم اسمه كينا كوم اه الصبح وبالليل والدلكي كده كويس مرتين ثلاثة في اليوم حيليم معاك ان شاء الله طب الله يخليك خليك يا خليك شكرا شكرا سيزا عمل طيب ناخد اتصال للي بعده مدام محمد من البحيرة السلام عليكم عليكم السلامة الله بركاته السيد محمد اتفضل طيب اتفضل اتفضل يا مدام محمد انا حضرتك انا وزني وزني 44 وانا عندي 21 ودكتورة كتبتلي على كذا حاجة زي بورتين بكسترا كبعا سنقات خانس ومش بات خان برس طولك ادي يا بنتي طولي 165 كده او 160 ده انت طويلة اه جدا ووزنك 44 كيلو اه الدورة بتيجي ولا ما بيجيش يعني متأخرة عبرتك يعني ساعة بتيجي في وقتها وساعة لا قاعدة في البيت ولا بتشتغلي لا ما بستغل بتاكل كويس يعني بقاش ليه نفس الاكل قد كده يعني ممكن رغيف السرعة كده وممكن مكملوس كمان طب بسرعة قوي بسرعة قوي عشان الوقت بس مبارح اكلتي ايه الفطار ايه قولي على طول بسرعة ما مفطرش حضرتك انا اقول بس همفطرش بس ممكن في الغده ممكن اكون رغيف بس بس جبنة او اي حاجة خفيفة يعني محبنش الحاجات بس ايه مل العش هو الاكلة الرائزية العشة هو ممكن براح بس كلش سمك كلش سمك كلش سمك طيب يعني مثلا سمكاية مثلا بولتي مثلا نAK نص نص سمكاية اه قدي الكف كده ولا نص الكف ايه قدي كده سمكاية سمكاية او قدي الكف كده باكن نصها بس نصها كله يعني باكن استلكلة بس اه ده انت اكلك يسد النفس طيب وعيش قد ايه بقى؟ اه هو ممكن اكل نص رغيف او رغيف بالكتير قوي يعني طيب بقى بصي اسمك ايه؟ اه مدام محمد مدام محمد من دعيالة طيب اتفضالي اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ علياء علياء اناسها مش كده؟ لا والله مدام لا اما هو جزك اللي اتكلم معنا هو جزك اللي جده الجنبك ده وخلوق محمد اه طيب بص يا علياء ايه خلفت يا علياء؟ لا اما حضرتك احنا بننجري برضو عالحمل وآآ لحضر الوقت ما يعني عشان الدورة متأخرة واخدابال سيادتك الدكاتر قاله فيه تبويض ولا مفيش تبويض؟ الدكتور قالت مفيش اي مانع والتبويض تمام وكل حاجة تمام لا احنا بصي بص يا بنتي انت دلوقتي عشان التبويض تمام وكل حاجة تمام مش مغضي الكلام ده على محمله لان ممكن يكون مش بنقول الدكاترة وحشين لكن انا لازم اتأكد بنفسي فدلوقتي انت عملتي ايه عشان قالك التبويض كويس؟ احنا عارف ان عندك ناس معلش يستنوا شوية تمام لان الموضوع مرتبط ببعض يا علياء اكي عملتي ايه قالولك التبويض كويس؟ انا عملت ساعة طبعا بالشابة على البودة النخامية وعملت سنور وعملت الهرمون طبعا اعملت الهرمونات كلها السنور على المبايد صح؟ ايه؟ السنور على المبيض اه في اليوم الكام؟ في اليوم التاني اليوم الكام؟ التاني ايه؟ ده ما يبقينش تبويض يا بنتي ام شوف احنا بنسأل سؤال عشان اوقعها واعرض احنا مشين صح ولا غلط؟ صح احنا مشين غلط ده ما يبقينش تبويض طب الهرمونات عملتها في اليوم الكام؟ في اليوم التاني انا عملت كل حاجة تقريبا في اليوم التاني من الدور هو التاني طالق من بوقك زي التاني الليه؟ ما تروائينا كده؟ الثاني ولا الثامن؟ الثاني انا عملت تحليل الهرمونات في اليوم التاني من الدور ده كله بتدور على حاجة معينة مالهاش علاقة بالطبويد اللي انت عملتينه ده كله تماما وانا الدكتورة هي الدكتورة كانت قالتلي اعمل سحليل هرمونيات كانتاني يوم ويبتعت يوم ورابع يوم دوت تقريباً تعبنا ورفق عمل وعمل في التدخل الأشعة اللي هي على الغدة المحامية طب استانى استانى خلاص بقى عشان انت خدت وقت كتير انت عشان تشوفي طبويد حتعملي اليوم واحد وعشرين حاجة اسماء بروجسترون واليوم اللي اتناشر تعملي حاجة اسماء اله وف اس اتش واليوم التلاتاشر تروحي تعملي عشاعة تلفزيونية على الحوض والمبيضين من عن طريق المهبل واتكلميني اللي ان شاء الله المرة الجاة وحنا جينا وحنا بنعنا في القناة تخلينا موضوع التخم ده شوية نركنه لانا ما حتحملها حتتخلي الف سلامة مدام عليها شكراً ربنا يكلمك ان شاء الله احنا معنا مياسمين وبعدها الاستاذ صبحي ومياسمين سلام عليكم عليكم السلام ممكن خلو الدكتور اتفضلي الدكتور معاك انا جوزي مريض ضغط من حوالي اربع شهور وباخد حباية الضغط ده كونكور خمسة بلاس بس هو بيجي بقى بالليل فيه ضربات قلبه سريعة كده وما بيعرفش ينام يعني هل ياخدها مثلا بالليل ولا يدن وماشي عليها كده اه ضغطت زبط بالكونكور بلاس اه طيب اذا كونكور بفوضي بوقت ضربات القلب جوزيك بيدخن لا اليمندول عنده تعب نفسي عنده اي حاجة لا لا رفاية ولا تخين لا مظبوط يعني هو وزنه حوالي 87 وطوله 166 طيب حضرتك الضغط بقاله 5 شهور بتوضي مش كده صح؟ اه من حوالي اربع شهور لسه كان عالي 150 و160 كان بنزل وكده راح لدكتورة ده كونكور خمسة بلاس لا مهو كونكور بيناجي يعني مفروض انت تشتكي من انه ضربات القلب قلف من زالك اه هو بيسمح ضربات قلبه كده يعني سريعة وعنده برضو صبوع كمان وزغلالة زي ما كان قبل ما ياخد البرتشين بياخد اي ادوية تانية غير كونكور؟ لا بس ده بيحصله بالليل خون الرفرفة بتاع بالليل ده طب بينام كواز بالليل؟ اه بينام وبدري خون اه طيب انا مش عايز اقولك تعملي تحليلات الغضة الدراكية اه لان دي ممكن هي حتى ررفعات له الضغط ربما فهي الخيصة يا بنت اعمالي F3 و F40SH اه وحد تقاله ممكن عادي يتبرع بالدم عشان ضغطه كده لا هو جوازك ما بدخلش احنا اتفقنا اذا يبرع بالدم لو هو كان عنده بداية قنيمة ضربة القلب عليه ستبقى هيحصلة اكثر cić nhiều على explicito اه طيب دكتور ولا حتى قام على القهوة? لا والذي دكتور مش شكرا انا مواسمين الان ناخد لاستاذ صابحي سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام على ال earliest Beauty essere ماذا تكلمين دكتور عنده انحرضك الدكتور منتذرك يا اخ صابح تفضل معاك تفضل سامعك هو يا دكتور زك يا دكتور الله يبارك فيك وانا بقى دكتور انا عندي السكر والضغط تفضل وحضر حضرتك باخد الدكتور كاتب لي على الضغط اتينو سين مية على خمسة وعشرين ده بس بنسرع فيه والسكر بياخد برضو علاج بس باخد العري قبل ما بطر بنصف ساعة كده او ربع ساعة بس بادي باخد حلويات او حدثة كده مسكرة بتتعبني بادوح وبنام كتير احلل السكر احنا قلنا عندك السكر بالو وديه حضرتك السكر بالو حوالي سانة كده طيب وبتخده ايه علاج السكر تمولتليش الاسم وريني السكر كده من الصباح اخد بس احنا بنقول نجهز نفسنا طيب اقول كي على مهلك ماشي انا عدها لك اصص الصبح اسم ايه الدواء انا بقول اه ماشي خلاص ده خلصناه السكر مش عارف يدموني بشريت برشام عشر حبيات صغيرين كميلي طيب لو قلتلي كميلي هاعرف وريني ايه هو الشيط اخر تحليل سكر كام الصايم اخر تحليل سكر والله ما اعرف يا دوكس انا كنت محلل كده ما اعرفش بس ايبها يعني على ربينا كده انت سنك كم سنة ساتك اه سنك كم سنة اتنين وستين سنة والسكر بقاله سنة واحدة بس اه خسيت اخر ستة شهور ولا وزنك زي ما هو لا اخفر كويس وزني زي ما هو اه طيب انا عايز اخد بس بيانات يعني السكر صايم وبعد الاكل بسهل لانه ممكن الهمدال اللي انت فيه والنوم اللي على طول ده ممكن يكون السكر بينخفض تمام اه دكتور عالي حلل تاني حللت برضو نفس عالي كويس حليك مجفل العلاد وطوبة كويس بس عملتي النوم بقى يعني بقوم الصب فدروك وأنام تاني لا اعتقد ان السكر ببقى واطي لانك انت بقالك سنة وسنك كده فالناس بيبقى استجابة السكر للعلاج بتبقى عالية جدا فممكن يخص في نقصة سكر هو مش داريان وفي السن الكبير حكاية العرق وان قلبه يرفرف وكلان ده مبتكونش موجودة قوي فقلة السكر بتدي الواحد او انخفاض الضغط بيدونه مين للنوم فانت حضرتك اثناء ما يبقى عندك مين للنوم يبقى فيه جهاز بتلات تعريفة كده عندك ملوش اي لازمة استلفوا من حد قس السكر في صباعك وحد يقسلك الضغط التمرجي ولا ممرضة وبلغنا المرة الجاية شكرا احتمال الاكبر ان بيكون السكر واطي او الضغط واطي اليد احساس بالهمدان وعدم التركيز والنوم زيادة السكر يعمل كده برضه وارتفاع الضغط يعمل كده بس ارتفاع الضغط يخلي العيال يعني عدم استقرار نفسي اه تخبلك ازاي؟ طيب تشكرين او استاذ صبحي وارد تجيب بقت ايه جهاز تقرير والتحليل وتتصل تاني بنا ماشي؟ ناخد معانا ام عمر من الجيزة سلام عليكم سلام عليكم السلام ورحمة الله سلام عليكم الدكتور فضالي الدكتور معاك ماشا سلام عليكم يا دكتور اهلا وسهلا بتعطي الله بركاته ماشا دكتور انا عند ثمانية واردعين سنة وباش تكيم الضغط عندي ضغط عالي يعني باخد بزجارة ماشا بزجارة بلاسة خمسة كم خمسة؟ اوه بزجارة بلاسة اه اه ماشا كان عندي بقى الثابات جمدة بجسمي وكشفت وعملت تحليل وليه عندي الثابات جمدة ومقرة تاني تاني بس اه يعني سنة سنة عشان بس نسمع الكلام اه اه وضح الكلام مفضلك شوية عشان الكلام ما يتكيلش بس الجسمي بيوجعني جامد كشفت وعملت تحليل دم اه وبعدين؟ كشفت وعملت تحليل كله عندي مقرة لا استني استني بالراحة علي اليوريك اسد او الاملاح نسبتها كان في الدم بيقول ستة ونص ستة واحد من عشرة انت سنك كم سنة حضرتك؟ تمانية واربعين تمانية واربعين الدورة بتيجي ولا اطعب؟ بدأت يعني حاول حاولها تقطع يعني تاعد بتيجي وتاعد ما تجيب طيب انت بتحس بقى بقى مدان في جسمك ولا ايه؟ اه مدان وتكسير وجيسي وكل بيوجعني اه بقى له قدي الكلام ده؟ بقى ليجي ثلاث شهور قصت الضغط بعدها؟ انا باخد بزغورته بس يعني بقى ليسي الضغط بتاعي مية واربعين على مية وعشرين لا استني ضغطك مية واربعين مية وعشرين؟ اه عالي او جدا ماشا انا دكتورة قايت ليمسي ضغطك كده عالي عالي قالتلك عالي صح؟ قايتلي عالي هو الطبيعي بتاعه عالي استني يا اسم ايه؟ ام عمر استني يا ست بتخناش ماشتم في الدكاتر الله يجزيكي خير الضغط بتاع حضرتك بالضبط ما استقولك الدكتورة طلع كام؟ يعني الضغط بمية وثلاثين على مية اه مية وثلاثين على مية واحد والمرة التانية طلع كام؟ وتعدي بمية واربعين على مية وعشرين وقالتلك الضغط ده طبيعي؟ اه لا لا هي ما تقولش كده ما تقولش كده انت فاهمها غلط لا يمكن ضغطك كده عالي ولا قدر الله ممكن يعمل نزيف في المخة او جلطة في المخة لا قدر الله او في القلب ده كلام فارغ فهو حضرتك دلوقتي حضرتك دلوقتي اه حتوظمي على الضغط كل يوم يتقاس في البيض بشيك من الدكاتر دول لان ابتروي هناك ممكن ضغطك يعلى وادع حقك كورونا ومش الكورونا اقدر بالحضرتك ازاي؟ يتقاس كل يوم والهمدان ده انا ليه تفسير تاري ليه بس برضو الضغط ممكن يبقى بالهمدان ويخليك قاعدة مضطربة واعصابك مجدودة ومش عارفة تحس بعدم ارتياح وعدم استمتاع بالحياة بوجه نعام يعني طبعا ممكن يبقى فيه صداع احيانا في ارتفاع الضغط ده لكن الضغط اللي احنا عايزيله بتاع سيادتك في سنك لا يزيد عن 125-132 العالي والمنخفض لا يزيد عن 90 باي حن من الاحوال وفي اي وقت من الازمنة طب ناخد اي دلوقتي فيه انت معايا؟ لا خلاص خلاص هم عمر بتسمع بس تاخد تاخد حضرتك حقنا يا رب تلاقيها اسمها بريموديان ديبو بريموديان ديبو او فيه جين وديان او سيد وديان تاخد حقنا تبانها ايه؟ هتلاقيها بستة جنيه اه بس هتبقى تلاقيها فيه؟ مدعمة مش مدعمة ولا متنيلة يعشر رخيصة اه مفيش حد بيهتم بيها لا يشتريها لا يصنعها ولا يسوقها اه ولا يحتفظ بها في الصيدلية ولا يبيعها يعني ناس دك بتبقى نقصة في ال اه دي حقنا هتاخدها عضل هتبعيلي بعدها ان شاء الله الى جالة تزوية الضغط طيق لما عمر ولكل المشاهدين والمتصلين لو في اي دوة او اي اسم الدكتور محمد سعدة تفضل مشكورا وذكره ومن تش عارفة تلقتي او تسمعيه كنات الصحة والجمال فيسبوك او اليوتيوب تعدي الحلقة يعني تعدي الحلقة وتسجلها وتروح للصيدالي وتسجل الحلقة اللي احنا بنوع عليها طيق احنا معنا الاستاذ عاوني وبعدين الاستاذ عاوني سلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله والله دكتور عندي المدام كانت ركبة طبيب في دراحة من ست شهور وتعالجت وخافت منه وبعد كده خاتها لك طبيعي وتمام كان جمال الدكتور قال وكاتب ليه على مرام كتيرة وحاجات زي كده حاليا دلوقتي بتحس العلقة في كثهة من فوق وصواضحها مكان ما بتداشت ضموم على بعضيهم ما بتداشت ضموم تحس انهم تقال الصواب بتعديها تحس انها تقيلة هي عملت شريحة في دراحة صح؟ اه عملت شريحة حضرتك وكانت مركبة وير والشريحة تمام والمصابير تمام وعملت العجم على العملية بس اي حطة في العظمة استنى بس العظمة نهين عظمة الساعد عظمة الذراع ولا الساعد يعني هنا ولا هنا لا في الساعد في الساعد اليمين اللي هو هنا اي وعند المصاب في الساعد اليمين هنا اه انا جده بناء على الترفيزيون يا فنب طيب اه ده اللي سموه كوليس فراكشن كوليس فراكشن نعم وقعت فتحة ايدا كده هي بتوع اه لا هي وقعت 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 وعملت شعجة لتكاسر ورتب لها ست مسامير وشريحة طيب بعدين قعدت في الجبس المدة مثلا كام؟ اربع ساميع؟ قاعدت حوالي خمسة اربعين يوم يعني حضرتك على سبع 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 التعليمات مشينا بيه عليها بالظبط بس حالية ايدك تقيلة صباحة تقيلة اه مو ده بقى عايزة عليك طبيعي كتير اللي ايدا ساعد بيحصل حاجة بيسميها ديسترو فيه من الركنة الايد اللي مشتغلتش كتير فهي شالة الجلس بقى له وديه؟ شالة دوح عليها شالتك بقى له دوح شهرين لأ شهرين كتير قوي وبعدين بتقول الكتف فيه قلم مش كده؟ وخالس عليك طبيعي يوم وهذا الوقت هي تقيلة بس بالحالة حتاخد هي دوح اسمه جليفا ريلاكس حبايا مرتين في اليوم بعد الاكل وحتاخد حاجة اسمها بروفن اربعمية ميلي جرام حبايا بعد الغداء الدوح ده ميزيتش عن خمستاشر يوم جاءت تكمل علاج الطبيعي الزمية ان شاء الله واتمنى من الله انك كنت كويس ان شاء الله شكرا شكرا خلل في الدورة الدموية وحاجات كده شكرا يا استاذ عوني ناخد اللي بعد والاستاذ احمد سلام عليكم اهلا دعامة في القلب عمل دعامة في القلب اه ما فيش حاجة اسمها كده انا باخد نص حباية على الريش و حباية للمعبة و باخد بلافك و حباية الجريم اصفال جرجسة و حباية الدهون ده ماشى عليهم دك و ايه سنك كم سنة سبعة و خمسين والدعامة بقالها دي بقالها اسبوع اسبوع العلاج ده تكمل علي مدة سنة كاملة ان شاء الله ألف السلام علي شكرا شكرا اسبوع زحم ناخد الاستاذ محمد من القاهرة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور اهلا بكتور فضل الدكتور سامعا السلام عليكم السلام ورحمة الله انا مريض سكر بقالي 16 اهلا ايوة سامعي سياتك فضل فضل الدكتور سامعا وعند الضغط وعند الكبد ايو يا فندي بسنك كم سنة يا فندي واحد وثمانين واحد وثمانين ربين يديك الصحة سكر وضغط وكبد ان شاء الله ربين يديك الصحة امين يا رب احنا وانت بحس اصابي الكبير في جرح مش عايزه فيه اه طبع رجلك الكبير الشمال ولا اليمين لا اليمين وروحت بالدكتور وعملت رشاعة عليه جلمت العبس فيه وجعلت عليجلي فيه والديني مجرده حيوي لما نشف فجأ تاني وربه جلد والجلد مش عايزه شيله وبيجيب مياه سيادتك بتتعالج بالسكر بانسولين ولا حبوب؟ بانسولين تلاتين اكس مارك طيب والسكر الصيم والبعد الاكل مزبوط؟ السكر مبينزلش عن مية عندي مية وثلاتين مية واربعين تساين مبينزلش عن كده مبينزلش عن كده والفاطر؟ والفاطر ساعة مية واربعين مية وخمشين مبينزلش عن مية وسبعين الوزن بتاع سيادتك آخر ست شهور قال لي ولا ثابت ولا زاد؟ الوزن الوزن بيقل طبعا هل في ورم في الرجلين؟ هي رجل واحدة اللي فيها الجرح هي المورمة؟ اللي فيها الجرحة تورم وتخف تورم وتخف تاني والصبع يبا فيه نغذ وما فيش فيه نغذ طيب حضرتك الجرح طيب ولا فاتح لي من دول؟ لا قافل بس بيرشح بسيط وعليه ما ديكش يميته ربا ديش لو مش عايز اجاله ما تخطهوش لالك لازم دكتور جراحة اللي يشوفو لك فيه سواد ولا حاجة في الجلد؟ نعم فيه اسمرار في الجلد؟ نعم يعني الجلد اللونه غير بقى لونه اسود؟ الجلد اللي ناشف؟ اه الجلد اللي في اي حتة في رجليك الاثنين يعني؟ فيه حاجات سودا؟ لا ما فيش حاجات في الجلد طيب فيه ورم في الوش؟ في الوجه؟ في الوجه؟ لا طيب الكبد يعني انت بتقول عندي كبد يعني فيه صفرة مثلا فيه مية في البطن؟ انا باخد دول للكبد اسمه بلاس طيب الالبومين كام؟ نسبة الالبومين كام في الدم؟ اسمه بلاس كل حاجة عندي يعني اه كويس بس انا الصابع اللي تعدي ما انا فاهم يا فندم وانا بقى بص انا يا فندم احنا مش بفك صامولة يعني انت لو عندك الكبد ولا اصرت على نسبة الالبومين في الكبد الجروح بتاع ساتك مش هتلم لان الالبومين اللي موجود ده براه عن بروتين وعشان البروتين الحي يشتغل عند الساتك ويلقم الجرح لازم يكون طبيعي اه انا عاوز اطول مع الساتك كده فهو بص يا فندم احنا دلوقتي المضادات الحيوية الكتير اللي هتاخدها دي مش هتبقى موجدية قوي فيه دواء اسمه سلقو سريل يا رب تلاقيه ده مرهم بيلقم الجروح وفيه دواء تاني اسمه بلتينول ممكن تبدل ده على ده بس انصحك تبعد عن صرغة اليود والحاجات دي لو هتستعمل في صعب ال 70% كحول والعالم كله بيتكلم عنه دولار كل الناس فهمها لازم حد من الزمله يشوفك وانصحك انك تعمل اشياء على الشرايين والاوردة بتاعة القدم اليمنى مهمة اوي اوي عشان نشوف كمية الدم اللي راح عليها الف سلام علي سلام شكرا شكرا انا حج محمد صحة وعافية ان شاء الله ناخد الاستاذة ايمان من اسكندرية السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه لو سمحت ممكن اتكلم الدكتور الدكتور من تزرك سامعي اتفضلي اه لو سمحت انا كنت محللة الغدة الضرقية وطلعت عندي خمسة وواحد واربعين من المية هو ايه انت كده ادام بتقولي كده يبقى واحد طلب منك ماشي اه هي كانت سيدي وقتاني مرشت دكتور امراض نفا وقالتلي حليلي الغدة مم ليه حللتها ليه ليه سيادتك حللتها سني كم سنة سني اربعين سنة اه الدورة بتيجي ولا قطعت لا بتيجي الكمية كتير لا بتيجي بطبعتها عادي ما تغيرتش جميل عندك اولاد اه عندي اربع طيق اه خسيتي او اتخنتي او في الفترة ده فاتت اه هو انا زدت ثلاثة كيلو بس اوكي اه دلوقتي عملت تي اس اتش تلعي خمسة واربع من عشرة مثلا اوكي واحد واربعين في المية او اه بص خمسة واثنين من عشرة خمسة واثنين من عشرة ايه تاني بس فهي الدكتورة قالت لي روح الدكتور غضة يا حياي الشكوى ايه الشكوى ايه ايه الشكوى جسمي بيوجعني وعندي ارق يعني ما بنامش على طول طيب انت عارفة ان التحديد بتاعك ده يبين ان في نقص في افراز الغضة الدرقية وقد يكون مسؤول عن زيادة الوزن ولكن هو مش مسؤول عن الارق بالعكس ده المفروض جزك يبصف منك وتبقي انت هادية ولا هنا ولا هناك لا بتهشي ولا بتنشي اسمح لي يا دكتور ان احنا نجاوب على الاستاذ امان بعد الفاصل حاضر صلاح طيب عزائي المشاهدين فاصل وانواصل عزائي المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية مع برنامج مع السيد الدكتور محمد سعد حامد اهلا وسهلا دكتور اهلا اهلا رجعنا مرة تانية وطبعا كان النهاية كانت بترد حضرتك على الاستاذ امان اه اللي قلنا الغضة الدركية اذا انا بشك اه اه فهي كده اللي هي احساس انها ما بتنامشي ده مع زيادة الافراز باش منع نقص الافراز اه انا اعتقد اه ان هي تعيد تاني يعني تي اس اتش ده وف تي سري وف تي فور طب هل ممكن انا اعالجها بهرمون الوضة الدركية وهي كده حتى نغيب تحليل اه موه اهل عايزة توفر تاخد خمسين مايكرو جرام التروكسين حباية كل يوم على الريق لمدة شهر لقيت نفسها مظبوطة تخليهم مية تعمل تحليل ما تعمليش تحليل طول منت حاسها من الكويسة اكملي على كده طب امتى تصلي بينها تاني نقولك ان شاء الله لان ضبط الغضة الدركية ضبط بيولوجي يعني ايه بيولوجي يعني مع ارتياح العيال يعني احنا ببناء انا شخصيا مدرستي انا اللي بيعلمها للناس انه ما يرتبطش بالتحليل وانا ممكن عندي سقف عالي جدا ان انا اشتغل بمستويات مختلفة من التغيير الهرموني للغضة الدركية يعني ايه يا دكتور مرتبطش بالتحليل يعني يبقى يعني سيادتك تحليلك غير تحليل اي حد تاني فانا بعالجك انت الواحدك اه كل واحد منفصل اه حتى لو تحليلك مش طالع بالمستوى المظبوط يعني ممكن يبقى مظبوط بتاعك انت واعتبره مش مظبوط لك ممكن حضرتك يبقى عالي بالنسبة لحضرتك واعتبره طبيعي ممكن يبقى واط شوية عند سيادتك واعتبره طبيعي برضه فاذا انا حظبطك انت دي بتعتمد يا دكتور على خبرة التشخيص بقى لا هي مدرستي انا دي خاصة بي انا انا بظبط العيان على ما يلائمه هو طب رفل بيت ترفيعة اوي وعندها الغضة مثلا افراز بتاعها يعني منخفض شوية مظبطهاش اوي اخلا عشان تبلع مزيه واحدة اه مزيه واحدة تقينة ولكن هو مختصر انت عندك حد؟ لا 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 طب خلاص ناخد الحد يبقى احنا حضرتك الغضة الدركية دي قابر عن هرمون او هرمونين بيطلعوا من الغضة الدركية بنسميه اكسير الحياة كل خلية في الجسم بحتاجة هذا الهرمون الهرمون ده بيغزي كل خلية في كل حده في الجسم من الشعرة للقلب للكبد للجلد للبنكرياس لكل حده طيب خبار حبيبتك معانا اي اتصال؟ ايو يا فنس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته اتفضل الدكتور سامعك معاك محمد من البحيرة اتفضل يا سوز محمد من البحيرة اه الدكتور دكتور بس كنت عاد الدكتور اتفضل انا كنت انا جز الابلى عليها اللي كلمتك الاول لا اه اسمها ايه بس يا فندم انا انا بقالي فترة اجبتك بجري وكده كنا عشان في كلام مش هينفع يكلم كنت عايز رقم خاص بتاع حضرتك طيب كلم الكنترول يديك بس انا اليون دول ما بشوفش عيانين والله يا اخي محمد وبعد الهوى ما بتصلش بحد خالص مش هقدر اتكلم مع سيادتك فنروح للدكتور بتاعك واخبار حضرتك واشرح له الحالة وبعدين لو احتجتلي يبقى بعد شهر ان شاء الله لان انا ما بشوفش عيانين وبعد الهوى ما بقى على الاسف الشديد ما بتتوصلش شكرا شكرا سيد محمد وعلى خكرة ما يزعلوش الا مع الاخارب ولا الاصدقاء ولا المرضى الخدامة ولا مرضى العلم لان انا بجي المجهود وابقى جيلهم كتير عشان كده والله انت كفاء المجهود اللي انت بتعمله والله دكتور وبتيجي هنا وعلى فكرة الرايا برضو من هنا عشان الدكاترة يا ريت هم اللي اقدموا العينين بتاعهم ما يقولش انه دكتور تمام يعني اقدم العين بتاعه او اتكلم وانا اتكلم معاه مش لازم يقول اسمي طيب ناخد الاستاذ سيد من القاهرة السلام عليكم استاذ سيد تقريبا فاصل طيب فهو الهرمون الغضة الدركية ده انت عندك الخلية عشان تشتغل صح وكلمة خلية هنا يعني في الاخر هو العض والعض يعني العين والقلب والرئتين والجلب والكبد هو ده العضاء هو عندهم مشكلة في الاتصالات ناخد ناخد ام محمد مجيزة ام محمد سلام عليكم الاتصال القطع عودوا الاتصال تاني فيه ضغط اتصالات كلهم داخلين طيب ناخد ناخد ام محمد شرقية طيب ناخد واحد من الشرقية حضرتك تتكلم الدكتور ممكن؟ والله الدكتور قاعد من تذرك يا دكتور سلام عليك يا دكتور طيب اهلا وسهلا يا دكتور دعم حضرتك انا عندي تلاتة وستين سنة ايوة وعندي ضغط من حوالي اربعين سنة يعني بقى لك من عندك تلاتة وعشرين سنة عندك ضغط طيب يا فاند والضغط مش بنزل عن مية وستين على مية او مية وعشرة يعني ايه المعضلة اللي عندك ان الضغط مش هايز ينزل يعني؟ لا يا فاند مش معضلة انا مرتاح مش تعبان انا مرتاح كده مش تعبان مش حاسي باي اعراضة ولا باخد قلاج كمان شاطر يعني ايه المطلوب منه انا دلوقتي؟ يعني هل دي ممكن تبى حالة صباقية دكتور؟ لا دي حالة خطيرة جدا 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 والضغط عامل الضغط مش زي السكر السكر بيهدم حتة حتة الضغط اما بيجي بيعمل زي الرياح اللي بتكسر وما بنعرف بمصلح تاني تمام يعني هقولك ايه هقولك جدع مش جدع ما تزعلش منه ضغطك لازم ما تزدش عن مية وعشرين على تمانين او تسعين مية وتلاتين تسعين بالعافية اكتر من كده انت كموج البحر الذي يأكل في الصخر واعتنهاره الصخرة تنهاره الصخرات مرة واحدة تلاقي الصخرة قد الجبل بتهوي او تهوي في البحر وهي مش دريانة ان البحر بيأكل فيها من عشرين سنة هكذا هو الضغط شفاك الله وعفاك ده كلام فارغ ولو كان دكتور عليك الكلام ده او انت طبعا ما هتعقدش فيه دكتور حقولك كده لازم تهتم بنفسك ولا تركوا بأيديك وبأيديك تمام شكرا على الاتصال ناخد الاتصال اللي بعده محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله كيفو اهلا وسهلا تفضلي اتفضلي هدرك بالله عليك انا عايز بكلم الدكتور بس اتحرم عليش تفضلي الدكتور سامعي اه بقولك يا دكتور لو سمحت انا دلوقت انا بنتي كل ما تاكل اكل ترجع مش عارفها عملائي مش بتاكل او سنة كمسانة سنة كمسانة عادها ثلاث سنين ومس لا وبقالها قديه بترجعها وبقالها ثلاث ايام او اربعة ايام بس مش عارفها ليه يعني مش قبل معاديتها مش قبل الاكل بوصح انت هتجبيلها حاجة كده بسيطة لو نفعت نفعت ما نفعتش توديها لدكتور اطفام طبعا ممكن تجبيلها توديها لدكتور اطفام مولا حضريه لك بس بدونك لك مش جايب معها نتيجة داTy iyi الدكتور اطفام داكون اطفام داكل مرة الدواء اللي هو بتاع فلاجيل فلاجيل اه بنس فلاجيله كان دواء تانى اللو هو مدده حيوي لش متذكرة اسم حب والتشخيز كان قيء فقط ولا كان في اسهال لا انضيء وصليا مش كان اسهال ولا حيكة ولا سوخنية ولا اي حياتين بترجعه طيان خلاص وابس دواء اسم زفران هتروحى السيداليه هاتadersحوئن بلاش منها ناخد شرب اسمه برين بران هي ثلاث سين ونص تاخد معلقة صغيرة قبل اكل بلوث ساعة بامر اللي هي تاني يوم هتخفه او في نفس اليوم مع الاكل الخفيف طبعا شوية طرز و شوية مهلرية شوية عصير مثلا بلاس عصير طفاح عصير موز الباردة و كميات صغيرة في العود و خد البريمبنان حضرتك ده معلقة صغيرة قبل كل اكلة بنص ساعة انا مش عارف العلاج غير موفق لان الفلاجيل في حد ذاته بيتها بالمعدة و بيدي احساس سيء جدا والرق بيبقى وحش قوي والطعم مسيء الفلاجيل ده للقولون انا معاكي للأمعاء للإسهال والأنت باوتك التانية او للبتاقة التانية مش عارف أستممكن القيدة يجي لأي واحد لم يومين ثلاثة باب وارد حاجة رسيطة محمد شكرا على الاتصال ناخد الأستاذة شادية سلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام اهلا وسهلا اهلا لو سمحت انا مريضة سكر وضف وعندي سبعة وستين لابنا اديك الساحة عندي سبعة وستين سنة سبعة وستين سنة سبعة وستين سنة وبعدان السكر باخد أنسولين وما نزلش عن الميتان طب أرجاء تبعد عن التلفزيون شوية بعيد عن التلفزيون او من الصوف عندنا جاي ما شاء الله اه يا جم التلفزيون حاضر اه يا تبعد يا توطيس يد وطي التلفزيون شوية اه اه فضالي اه قولي لي ما باخد أنسولين مكشتار وباخد للضغط اه وباخد للضغط اه اكسفورج الصوف وكنكور بالليل طب وكنكور بالليل السكر الصايم كام؟ ما بينزلش عن الميتان طب وبعد الاكل بساعتين كام؟ وبعد الاكل برضو متان وحاجة وبجوع خالص خالص ليلة ما ينزل بت ايه يا فندم؟ بتدوخ خالص بتدوخي يعني حضراتك في دوخ؟ بجوع 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 بجوعي جدا بجوع بجوع اه بجوعي ومع ذلك ما بينزلش اه لا ليلة ما ينزل بالليل ايه؟ لما بينزل بينزل بالليل؟ يعني ليلة ما اجوع خالص ليلة ما ينزل يعني عشان ينزل بالجوع جامد؟ ايوة طيب وزنك كم كيلو؟ وزني اتنين وستين يعني الفيّعة ايوة مش تخينة ايوة طيب بتاخد انسلين قد ايه؟ باخد انسلين بعد بعد الفطار صحة الفطار عشرين وصحة الغدار عشرين وصحة العاشة عشرين طيب انت هتخلي الصبح بدل العشرين هنخليهم خمسة وعشرين والظهر خمسة وعشرين وبلل عشرين بتاخدى حاجة تانية للسكر غير دول؟ في الفجر باخد بتاع عشرين بحتاج بحتاج جسمي بيتمصب بتنفض ايه ده بتنفضي بقى ناقص السكر مزاق وانت عندي الجهاز في البيت او لما عندي كيش؟ عندي اعجي ازي طيب يا سيت الكل اسماني بس ما فيش دا ان احنا ناخد جرعة زيادة غير منتظمة ما ناخدش على حسب الاحتياج احنا هنسبت الجرعة ولمدة ثلاث اسابيع والسكر هيضغط نفسه بنفسه فاخدي خمسة وعشرين خمسة وعشرين عشرين وحدي في دواء تانى اسمه دلسيل اتنين ميلي جرام حباية قبل الفطار واستمر كده لمدة ستة اسابيع مش هتغير العلاج ده غير لو السكر الخفض اوي لكن حتى لو فضل عالي ما تغيروهوش لازم تغيري موضع الحقمي يعني لو كنت بتحقيني في بخادك او في درحتك لازم نحقم في حتة تانية وليكن البطن ماخدبارك ازاي والمكان اللي نحقم فيه ما نرجعلوش تاني قبل اسبوع طبعا هنزفه مرة نقعد نعلمهم ازاي يحقنهم ده مهم ده يا دكتور اه مهم انا شايف ان كده هتبقى افضل وان شاء الله ربنا كرمك كل ان وزلك ما زادش يديني فرصة زود الانسولين على فكرة فشكرا السبوع بيشتغلش معك او شكرا شكرا على الاتصال وربنا يشفيك ان شاء الله فيه سر لازم تقولوله له دكتور محمد ليه خلصنا في وقت الحلق ده انا مش قادر يعني افهم يعني اه يعني ده ده خمسين ديئة عدوا على طول يعني خمسين ديئة اما طبعا طبعا هو بس احنا عايزين نقول مرضى السكر ان مرضى الضغط جانا كزا واحد دلوقتي يقولك الضغط بتاعه عالي وعمل نفسه شمشون الجبار وانه فرحان ان هو بيخدش داوة وكلام ده داوة الضغط دا الضغط والسكر امراض قاتلة صامتة حينما يضرب لا يمكن اصلاحه يعني السكر يأكل حتة بحتة جاسات والحتة اللي يأكلها نعرف نعالج نصها ونص التاني ما بنعرفش نجيبه بالمعظم الاحوال الضغط اما بيضرب فيه ضربات صارمة وقاتلة وماحقة فمش هنهذر فنهتمب نفسنا فيه حاجات نتفق عليها وحاجات ممكن نختلف وان يبقى فيه بنا وبعد براح لكن دا مفوش اه الضغط مفوش لانه يعني موضوع خبيث ومعظم الناس اللي عندهم ضغطة ما عندهم شعرات ولا عندهم سكر برضا عندهم شعرات ما عندهم شعرات السكر يعيشه بعناق الضغط يميته بعناق مش عزين ان شاء الله ربنا يعافينا في الاثنين ان شاء الله ويحمينا جميعا عزيزي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة من برنامج نشكركم لحسن الاستماع والمتابعة والمشاهدة ونشكر السيد الدكتور الفاضي محمد سعد حامد استاذ السكر والغضة السماء كلية الطب جامعة عن الشمس وإلى لقاء آخر بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته